اشتركوا في القناة من دروس مادة الكيمياء لو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة نرجو منكم الاشتراك فيها حتى اتصلكم كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يستفيد منه اكبر قدر من زميلك ومن اصدقائك النهاردة ان شاء الله هناخد درس مهم جدا هنتكلم عن حاجة اسمها الطيف الزري او ممكن نقول الطيف الخطي عشان نفهم الموضوع ده يا جماعة نبدأ الاول مع بعدي كده عشان نفهم الموضوع نفهم ايه هو الطيف احنا عندنا كلمة الطيف في الكيمياء معناها كده انه هو عبارة عن اشعاع او ممكن تقول كده عبارة عن شعاع يعني حاجة منورة كلمة الطيف يعني حاجة فيها نور حاجة فيها ضوء حاجة فيها اشعاع حاجة فيها شعاع ده بالنسبة لكلمة الطيف ازاي نحصل على طيف الانبعاث الزري او الطيف الخطي ازاي نحصل عليه ببساطة لو احنا جبنا زرات عنصر هذا العنصر لابد انه هو يكون نقي ليه العنصر يبكون نقي علشان لما يطلع منه ضوء او يطلع منه شعاع او يطلع منه اشعاع او يطلع منه طيف يبقى الطيف ده بتاعه هو بس ما يكونش معاه شوائب من عناصر تانية وبالتالي يبقى الطيف اللي طالع مش بتاعه هو يبقى بتاع كذا حاجة احنا عايزين طيف الانبعاث بتاع عنصر واحد فلابد انه هو يكون ايه بقى يكون هذا العنصر نقي طيب علشان زرات العنصر الانبعاث دي تطلع طيف او تطلع اشعاع اعمل ايه هعمل لها حاجة من الاتنين ياما اعمل تسخين لدرجات حرارة بتكون مرتفعة يبقى في الحالة ديت هذا العنصر الانبعاث هيبدأ انه هو يطلع منه طيف وينبعث منه اشعاع او الطريقة التانية ان انا احط هذا العنصر او زرات هذا العنصر تحت ضغط منخفض يبقى ايه اخفض الضغط بتاعها جامد تحت ضغط ايه منخفض وبيكون ده في انبوب اللي هو التفريغ الكهربي يبقى دول الطريقتين اللي انا بطلع منهم اشعاع او اطلع منهم الطيف طيب العنصر ده علشان استعمل معاه الطريقتين دول لازم يكون في الحالة الغازية او يكون في الحالة البخارية يعني هنا عبارة عن غاز او بخار يبقى انت عندك زرات عنصر نقي في حالة غازية او حالة بخارية لو سخنتها لدرجات حرارة مرتفعة او تحت ضغط منخفض في انبوب التفريغ الكهربي هنحصل منها على ايه شباب هنحصل منها على طيف انبعاث زري او اسمه الطيف الخطي طيب ايه هو بقى الطيف الخطي الطيف الخطي ببساطة ان العلماء لما اخدوا اللي هو الطيف اللي طالع من زرات العنصر اللي انا قلت عليها وعملوا لها تحليل بحاجة اسمها المطياف او جهاز المطياف يبقى هنا عنده تحليل الطيف الناتج من زرات العنصر النقي بجهاز المطياف بجهاز الايه المطياف المطياف ده عبارة عن ايه عبارة عن المنشور جهاز كده اللي هو المنشور السلاسي لأ العلماء عند تحليل الطيف ده من زرات العنصر النقي ده اللي طالع من الزرات العنصر النقي بالمطياف ان هذا الطيف الخطي بيتكون بقى بصه من عدد صغير محدد من خطوط ملونة يبقى عندي كده كذا خط ملون كده عددهم بسيط وبعدين بين الخطوط الملونة بقى كده مساحات بتكون ايه بقى معتمة يبقى بينها الخطوط الملونة دي مساحات بتكون معتمة يبقى كده احنا فهمنا ايه هو الطيف الخطي يبقى الطيف الخطي هو عبارة عن عدد محدد وصغير من خطوط ملونة بينها مساحات او مسافات معتمة ده اسمه طيف الانبعاث الزري او الطيف الخطي طيب لماذا سمي بالطيف الخطي ليه سموه طيف الخطي طبعا يا جماعة احنا لسه قالين الاجابة قلنا كده لانه يتكون من من عدد محدد وصغير من الخطوط الملونة يبقى عشان كده سمينا بالطيف الخطي طيب عايزين نتعرف مع بعض كده مثال او تطبيق اللي هو ايه بقى هنتكلم عن الطيف الخطي لزرات الهايدروجين طيب ازاي نحصل على الطيف الخطي لزرات الهايدروجين احنا بنجيب جهاز المتياف قلنا اللي هو المنشور السلاسي بيبقى كده بالمنظر ده والمنشور السلاسي معروف عندما يسقط عليه اي اضاءة بيبتدي ان هو يحلل الدوق دوت وهنضع قدام منه كده حائل او حاجة كده زي لوح خشب او لوح من الحديد وجوه منه منطقة كده هزيه المنطقة بتبقى عبارة عن شق طولي يعني ده كده عبارة عن شق طولي شق يعني وده عبارة عن منشور اللي هو بنسميه احنا بقى مطياف وهاجي قدام الشق ده وهحط انبوب التفريق كهربي جوه منها غاز الهايدروجين يعني بحط فيها آآ مسعد القطب الموجب ومهبط اللي هو القطب الايه السالب وهحط هنا فرق جهد كبير علشان يطلع منه اللي هو الطيف بتاع غاز الاتشي تو او غاز الهايدروجين اتشي تو وبعدين هحط هنا بقى كده لوح فوتوغرافي يعني هجيب هنا لوح فوتوغرافي اللي هو بنستقبل عليه الصور وهذا اللوح بيكون في المنطقة دي كده بالمنظر ده عما بيطلع الدوق من غاز الهايدروجين بيبتدى ان هو يسقط على المنشور السلاسي ويبتدى ان هو يطلع من المنشور السلاسي عامل لي اربع خطوط بالمنظر ده واحد اتنين تلاتة اربع خطوط ملونة كده وفي بينها مساحات ومسافات بتكون معتمة لو بصينا على الشكل بتاعها الخطوط دي حلا ان هي اربع خطوط بالمنظر ده والخطوط دي لها اطوال موجية بالنانو آآ متر اول حاجة عندنا الطول الموجي بتاعنا ربعمية وعشرة نانو متر ده اللي هو الخط الاول الخط التاني ربعمية اربعة وتلاتين نانو متر الخط التالت ربعمية ستة وتمانين نانو متر والخط الرابع ستمية ستة وخمسين نانو متر يبقى ده كده الطيف الخطي لزرة الايه الهايدروجين طيب عندنا سؤال مهم جدا ان الطيف الخطي مميز واساسي للمادة يعني اي مادة في الدنيا الطيف الخطي بتاعها بيكون بيميزها واساسي لها السبب انه لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الخطي يعني مستحيل تلاقي عنصرين لهم نفس الطيف الخطي وبالتالي الطيف الخطي هو خاصية مميزة واساسية لكل مادة بتفرقها عن المادة الاخرى احنا كده عرفنا مع بعض ايه هو طيف الانبعاث وايه هو الطيف الخطي وده اللي احنا هنتكلم فيه في نموذج زرة بور ان شاء الله في الدرس القادم بازن الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا فهمتوا درسنا النهاردة الدرس بسيط وجزء بسيط وانتظرونا في الحلقات القادمة لمادة الكيمياء ان شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته